اهلا بحضراتكم وتغطية جديدة تتعلق بتقرير الحكومة حول الرد على بعض التساؤلات الخاصة بالاقتصاد المصري في هذه التغطية سنعرض لرد الحكومة على ما يتعلق بموضوع ارتفاع اصعار السيارات وايضا الزعم بارتفاع سعر الدولار الجمهوري اشار التقرير الى ما اعلنه رئيس جهاز حماية المستهلك في نوفمبر عام 2022 عن حل مشكلة اصعار السيارات قريبا مشيدا بقرار مجلس الوزراء بمنح بعض التسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وان هذا القرار سيؤثر بشكل ايجابي كبير على السوق واضف ايضا رئيس جهاز حماية المستهلك انه ستتم العودة للأصعار الاصلية للسيارات اثو ارجع سبب ارتفاع اصعار السيارات الى الفجوة الكبيرة بين الطلب المتزايد والعرض المحدود كما انتبع التقرير ان الدكتور مصطفى مدبولي اصدر قرار بشأن القواعد المنفذة لاحكام قانون منح بعض التسيرات للمصريين المقيمين في الخارج والذي تم نشره في الجريدة الاسمية بتاريخ 14 نوفمبر 2022 ونص القرار على انه يحق للمصري الذي له اقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الدراء والرسوم التي كان يتعين اداؤها للافراج عن السيارة وده طبقا للقانون وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحقة وفقا للجداول المحددة في هذا الشأن على ان يحول من الكارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القانون القرار ليحضر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسيرها في البلاد كالسيارات ذات المقود على الجانب الايمن والسيارات ذات التجهيزات والاعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف او ادرار بها كمان ده كله بيأتي تبقى للقرارات واللوائح ذات الصلة والمطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التقرير اكد انه سيترتب على هذا القرار زيادة الحصيلة الدولارية حيث اشار القرار الى انه يفتح حساب مصرفي بالدولار الامريكي باسم وزارة المالية بالبنك الاهل المصري يحول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الاجنبية عند استفاء اجراءات التسجيل الاولى عبر المنصة وده وفقا للاجراءات المنصوصة عليها في هذا القرار كما يحول ايضا عليه مقدار ما قد يطرق من زيادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة اعادة التسويع اما فيما يخص شأن تحويل المبلغ النقدي المستحق اورد القرار انه فور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقدي المستحق وفقا لما نص عليه في هذا الشأن بيصدر للطالب عبر المنصة امر دفع بالمبلغ النقدي المستحق ليقوم بعدها الطالب بتحويله إلى الحساب المصرفي ودوت خلال أربع أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار بعد كده بيتم تعبية بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونياً على المنصة أما فيما يتعلق بالزعم بارتفاع سعر الدولار الجمركي أكدت الحكومة أن وزارة المالية نفت صدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركي وأكدت أنه لا صحة لرفع أسعار الدولار الجمركي وأن المنشورات المتدولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة وأنه لا يوجد الآن ما يسمى الدولار الجمركي بعد التخفيض الأخير لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في نهاية أكتوبر من عام 2022 أكدت الحكومة أنه لا يوجد ما يسمى بالدولار الجمركي في سياق قيام الحكومة أيضاً باتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمالك برفعه أو خفضه تم التأكيد أيضاً على أن سعر الدولار سابت زي ما هو وما فيش فيه أي تغيير بكل التفاصيل والمعلومات للوقت وردت في تقرير الحكومة للرد على بعض الشائعات المتعلقة بأسعار السيارات وأيضاً المتعلقة للدولار الجمركي أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابق